ملحمة أبطال البرث في عام 2017 كان صمود أبطال الكتيبة 103 صاعقة في ملحمة البرث بشرى للمصريين بأن جيشهم قادر على حسم الحرب على الإرهاب بهذه الروح الفدائية فمنذ نجاح ثورة الثلاثين من يونيو في الإطاحة بحكم جماعة الإخوان تواصلت هجمات التنظيمات الإرهابية على التمركزات الأمنية في سيناء وكانت منطقة البرث في جنوب رفح تمثل عائقاً أمام تسلل الإرهابيين وتقطع طرق إمداداتهم فتعددت هجمات العناصر التابعة لتنظيم داعش على كمين البرث بهدف السيطرة على موقعه الاستراتيجي الرابط بين وسط سيناء ورفح والشيخ زويد وفي السابع من يوليو 2017 حاشدت التنظيمات الإرهابية كل ما تملكه بأسلحة وسيارات مفخخة لبدء هجوم مكثف على الكامل وأخفى الإرهابيون عدداً من السيارات المفخخة في المزارع القريبة من البرث وزرعوا الألغام لتعطيل الإمداد البري ومع مطلع الفجر بدأ الهجوم الغادر بمشاركة أكثر من 150 إرهابياً مدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف أر بي جي وهاون ومدافع جيرلوف وقنابل يدوية ويحملهم أسطور من العربات الكروز والدراجات النارية وكانت السيارات المفخخة في طالعات الهجوم فقامت العناصر الإرهابية بتوجيه السيارات المفخخة إلى مقر الكمين وبدأ أبطال البرث التعامل معها لكن التدريع القوي للسيارات المفخخة سمح لها بالاقتراب أكثر حتى انفجرت بالقرب من الكمين وعلى الفور كان بقية أبطال الكمين في مواقعهم يتبادلون إطلاق النار لصد الهجوم الإرهابي وعلى مدار أربع ساعات صمد أبطال كامين البرث في مواقعهم بقيادة العقيد أحمد منسي وحرموا العناصر الإرهابية من أغذي بثمان أي شهيد من أبطال البرث وأفسدوا عليه المخطط رفع عالم تنظيم داعش في المنطقة اضرب عليهم في اتجاه الضرب في اتجاه الضرب اللي يجي عليك اضرب لحياته اضرب على السميل يا سمير يا ربي السمير يا موجي اضرب على الوضع الفرد يا موجي اضرب على الوضع الفرد الوضع الفرد السريع واخد بالك شيء تأثر كده الزخيرة ورحتك خلص من المسكنة تخذ تودل بتاعتك كله بالطريق أنا لابط الطريق لي كون وتعرضت قوات الدعم التي تحركت لإنقاذ الكمين إلى هجوم بالألغام والسيارات المفخخة مما عطل تقدمها ومع وصول وحدات الدعم الجوي إلى موقع الهجوم وبدء قصفها للإرهابيين فر ما بقي من العناصر الإرهابية وأسفرت معركة البرث عن مقتل أكثر من أربعين تكفيرياً ومن قواتنا المسلحة استشهد وأصيب ستة وعشرون بطلاً أراد الإرهابيون لهجوم البرث أن يكون تأكيداً لسيطرتهم على سيناء فجاء صمود أبطال الكتيبة 103 صاعقة ليثبت العكس تماماً بعد أن ضرب البطل الشهيد أحمد بنسي ورفاقه أروع الأمثلة في الفداء والتضحية ورغم كل التحديات كان حقاً للمصريين أن ينتصروا في حربهم على الإرهاب بفضل كل الأبطال الذين قدموا أرواحهم لمصر عربون محبة وولاء موسيقى 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 موسيقى